تعرضت سفينة حاويات مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندية وقال مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة أسوشيابيك براسا إن سفينة التي ترفع علم ملطة يشتبه في أنها استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة أثناء وجودها في المياه الدولية مشيرا إلى أن الطائرة المسيرة انفجرت مما أدى إلى إلحاق أدرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد تاقمها اشتركوا في القناة